هناك أكثر من جناح وأكثر من جهة رأيت في التليفون وتعطي الأوامر واضح التناقضات والصراعات اللي يبدو أنها ستكبر أكثر فأكثر بعد وفاة القيد الصالح في محاولات الآن لعادة ربط العلاقة مع الاستئصاليين تا 92 وسترون كثير من المؤشرات القادمة في قادم الأيام حول هذا الموضوع وهنا أريد أن أقول خاصة لإخواني الذين خدعوا بما عرف بالباديسية النوفمبرية أو بعبارة أدق كما سموها الأحرار الباديسية السكتمبرية شوفوا سترون العجب العجيب فيما هو قادم في قادم الأيام وسيخرج أولئك الذين يقدسون كمشة العسكر كل مرة يبررون مواقف الجماعة الحاكمة لأن ليس لهم أي خيار مشاوا في واحدة الطريق ضيق وجدوا أنفسهم في قفة العصابة ولذلك كل مرة سيقال لهم ما يقولون وسترون العجب من التناقضات سواء اللي كانوا في الداخل أو في الخارج سترون العجب من التبرير هؤلاء أنا لا ألقي لهم بالا لأن هؤلاء في الحقيقة هم أدوات يستفيدون من هذه العصابة ويريدون لها أن تستمر لكن ليهمني هما الناس العديين هما الجزائرين الأحرار أو الجزائرين حتى بدون أي وصف الذين خدعوا وغيبوا وقيل لهم أننا ضد فرنسا وأننا نوفمبريين وأننا باديسيون وأننا كذا وكذا وكذا سترون العجب وقلت لكم النظام هذا المرة سيخسر على الاتجاهين في الاتجاه سيخسر لأنه يعتقد أنه ممكن يشري ذمم القبائل وهو لن يستطيعها بدا لأن القبائل يخرجون كجزائريين وكأحرار وقلت سنرى هذا الجمعة وسترون المواقف وسيخسرون هؤلاء الذين خدعوهم بالنوفمبرية والباديسية ولذلك ننصح أخواني الذين خضعوا بأن يراجعوا أنفسهم ويشوفوا أمامهم المواقف الآن ليرهدات وليرهي جاية في قادم الأيام ويعودوا إلى الحراك عودوا إلى حراككم يرحمكم الله ولا تنخدعوا مع هؤلاء هؤلاء مستعدين جماعة الحاكمة كمشة الجنرالات وواجهتها المدنية مستعدين أن يكونوا باديسيين مع الباديسيين نوفمبرين مع النوفمبرين فرنسيين مع الفرنسيين روس مع الروس ملحدين مع الملحدين سلافيين مع السلافيين إخوان مع الإخوان لكنهم ليسوا أي شيء من هذا همهم الأكبر هو الملذات هو المال هو السلطان هو السيطرة هو التحكم يروى على بوتفليقة قال كانت عنده في المكتبة مجموعة كتب تلقاها من كتب الإلحاد إلى كتب نوتيمية أو سيد قطب وفي الوسط طبعا كتب الأدباء الفرنسيين والأدباء العرب وهو طبعا ما يتقنش الإنجليزية لكن كان يجمع هالأشي قال لك الضيف انت يقرأ فيهم الأحساب الضيف يدير له ما يطلبه المستمعون فإذا كان متدين سلافي قريب إلى فكر سيد قطب مثلا يلقى يقرأ في كتب سيد قطب أو كتابات كتاب اثنين محطوطين ته سيد قطب وكأنه كان يقرأ فيه إذا كان مودرنيست ربما يلقى يقرأ في كتاب لفولتير أو لموليار أو حتى لهذا الأخير الفيلسوف الفرنسي سارتر أو هذا اللي مات مؤخرا إذا كان لجيه يعرفه أقرب إلى الإخوان يلقى كتب سيد قطب حسن البنة إذا كان أقرب إلى الشهوات يلقى حاطب كتب ألف ليلة وليلة أو شبيه بها فكان هذا معروف على أبو تفليقة يعني وهذه هذه رواية من أحد اللي كان يزوره يعني كان يضع على الطاولة ما يريد الآخر أن يقنعوا أنه ره معاه كما هو يفكر كما هو أنه منجماته أنه نفس التفكير هذه هي طبيعة النظام الحاكم اليوم ليس لهم إيديولوجيا ما هم لا ملحيدين لا إسلاميين لا علمانيين لا عروبيين لا بربريين لا لا رأس ماليين ببساطة شهوانيين شهوة المال والسلطة وما بينهما وما خلفهما هذا وشكاين إذا فهمنا هذه فإننا سنفهم أنهم مستعدين أن يبدلوا جلدهم أكثر مما تبدلوا الأفعى أو الحرباء مستعدين أن يكونوا أي شيء المهم أن يظل ذلك الهيلمان ذلك السلطان تلك الأموال تلك السيارات الفلاد الصهارات مستعدين هؤلاء لن يستطيعون يبنوا دولة بل هم اللي رمخربوا هذا الوطن وهذه البلاد وهنا كل إخواني كل إخواني بدون استثناء سواء الذين خدعوا عن حسنية أو الذين كانت لديهم رغباً يخدعوا القابلين لاستغفال أو الذين لم يستغفلوا ربما بميل من عندهم أو غيرهم عودوا إلى حراككم وعودوا إلى شعبكم وعودوا إلى المعركة معركة الدولة شعب معركة الدولة المدنية لأن الاستراتيجية اللي رماشين عليها هي التهديم هي تكسير هذا الحرك والحقيقة أن الحرك إذا تكسر لا قدر الله فإن الجزائر كلها ستكون في اللعب وحينما يفوز الحرك وسيفوز بإذن الله وسينتصر فإن الجزائر كل الجزائر ستنتصر